يعني حريك شايفين بعد أن ما يكون فيه استقرار أمني أكتر في البلد البورسة المصرية رقم واحد الاستقرار السياسي بعد كده هيعقب هذا الاستقرار السياسي استقرار أمني هتبتدى المحافظة الاستثمارية سواء العربية أو الأجنبية هيبتدوا يوزعوا استثماراتهم في السوق المصري مؤشرات النهاردة في جلسة الافتتاح جلسة الافتاح فتحت وانا موجود معاكو دلوقتي طبعاً ما أنا أعتقد أن المؤشر يحافظ على تواجده في منطقة 4000 و4100 ودوت كان مدينا حركة التداول يوم الجمعة في شهادات الإداع الدولية في بورسة لندن كان أداؤه جايت وهو السهم دوت الوزن رقم واحد على المؤشر لو استمر أداؤه كان جايت في يوم الجمعة في بورسة لندن والنهاردة في السوق المصري أعتقد أن المؤشر يحافظ على تواجده في 4100 EGX20 ايه السبب في ظهوره؟ EGX20 هو مؤشر جديد للبورسة المصرية فعلته في خلال الشهر الماضي لأنه كان فيه طريقة حساب للمؤشرات الموجودة في السوق المصري عندنا EGX20 هو يتفاعل لطريقة حساب المطلوبة طبقاً للقانون عندنا في مصر القانون 95-92 دوت بيقول أن لازم مديرين السنديق والاستثمار بالذات لازم يكون لهم سياسة استثمارية في استثماراتهم في السوق المصري أنه ما يشتري أي سهم بأزد من 10% من الكاش أو السيولة الموجودة عنده في السندوق فده كانت مشكلة بتواجه مديرين السنديق إنهم إنما بيقارنوا أداءهم مقارنة بمؤشر EGX30 في أسهم مدرجة به توصل 20% و25% المؤشر دوت المكسمام لكل سهم مدرك فيه 10% تقريباً فهو يعبر واقعياً على أداء السوق إنما بتقارن أداء السنديق بأداء السوق تقريباً وهي دي خطوة إيجابية إنها بتخدم برضو مؤسسات كتير جداً عاملة في السوق إنما يقارن النهاردة السندوق بتاعه عمل أداءه كم في المية ومؤشر EGX20 عمل كم في المية لأن زي ما بقول إن المؤشر دوت ماشي مع الإجراءات القرونية الموجودة ومع السياسة الاستثمارية السنديق الاستثمار يعني نقدر نقول إن EGX20 ده السبب في ظهوره ممكن يكون لأزمة المالية اللي بتمر بيها الورسة لا هو السبب في ظهوره إن هو بيقدم مقارنته بأداء السنديق الاستثمار والسبب في ظهوره إن ما تبقاش المقارنة ظالمة كانت قبل كده المقارنة ظالمة أداء السنديق وأداء مؤشر EGX30 فإزاي نهاردة صندوق؟ إنت بتقوله مديري الصندوق ما تستثمرش أكتر من 10% في سهمه معين وإنت بتقرن أداء هذا السندوق بمؤشر فيه سهم يحمل 25% و15% فإنت طبعا كده المقارنة إن هو بتبقى ظالمة لمديرين السنديق تقريبا فإيش EGX20 قال إن الحد الأقصى لأي سهم ووزنه على هذا المؤشر ميزيتش عن 10% فكده واكب نفس البنود المتعلقة بقانون 95-92 إن هو مدير السندوق ميستثمرش أزياد من 10% من أموال السندوق في سهمه معين لكن هو عموان الأزمة المالية بتفرز منتجات كتيرة عندنا في الأسواق إحنا عندنا في السوق المصري EGX100 كان موجود بقى لو بنتكلم في الأزمة المالية كان فيه EGX100 بقى له أكتر من سنة موجود خلاص EGX70 موجود EGX30 هو المؤشر الموجود عندنا في السوق المصري EGX20 برضو اللي هو تم تفعيله أخيرا أعتقد هايبه هنتكلم على ممكن مؤشرات هايبه هنتكلم فيه بعض الشركات فيه مؤشرات إسلامية موجودة في السوق المصري عندنا لكن هي في ظل الأزمة دي بنقول بيه فيه منتجات موجودة جديدة إجراءات موجودة جديدة كل دوات يساهم إن احنا ممكن نساعد إن فيه رؤوس أموال جديدة تبتدت تتضفق في السوق المصري طب إيه أكتر مؤشر بيأثر على السوق؟ يعني هو إحنا عندنا من المؤشرات لو اتكلمنا على أكتر مؤشر حقيقة يعبر عن السوق هيبقى EGX100 لأن EGX100 هو يحمل 100 سهم المدرقين في السوق المصري لأنه لو نتكلم على مؤشر يحمل 100 سهم يبقى هو أكتر مؤشر بيكلم على السوق لكن عندنا EGX30 كإندكس أو مؤشر هو الأقدم اللي موجود في السوق المصري وهو ليه منتجات ومؤشرات بتتدول في بعض البورصات العالمية إما المستثمرين حتى الآن مازالوا برضو بيبصوا على EGX30 لأنه حتى في نفسيتهم وتعاملهم هو الأكتر موجودا عندنا في السوق المصري وكمان طريقة حسابه تختلف على مؤشر EGX100 يعني EGX100 ولا EGX30 أكتر مؤشرات بيأثر على البورصة؟ لا EGX30 هو الرقم واحد اللي بيأثر على السوق بس لازم نتكلم في حاجة أن الأسهم المدرجة على EGX30 هي برضو الأسهم هي كلها مدرجة على EGX100 تمام؟ لكن طريقة حساب هذا المؤشر تختلف عن طريقة حساب هذا المؤشر لكن عموما لو بنكون على مستثمرين الأجانب والمستثمرين العرب ومؤسسات المالية الأجنبية هي بتنظر لـ EGX30 أكتر منها بتنظر لـ EGX100 طب بالنسبة للمستثمرين العرب الأجانب المصريين أيضا هل تنصحهم بإيه لفترة جيدة؟ هو نصحتنا ليهم حسب قدراتهم المالية شكلهم إيه وصفيتهم الاستثمرية لو أنا بتكلم أن أنا مستني عائد من السوق في خلال مثلا أسبوع أو عشرة أيام أو في خلال شهر هذا العائد يا جماعة هيقبله مخاطر كبيرة تمام؟ فممكن المخاطر الكبيرة دي تتحقق وتحقق ارتفاعات كبيرة فأنا بكلم عايزين نقول للمستثمرين لو سمحتوا لازم تنظروا إلى سوق الأوراق المالية في مصر حاليا أن فعلا الأسهم المدرجة على السوق وصلت لأسعار متدنية جدا الأسهم الموجودة عندنا في السوق المصري لو بنتكلم على استثمرات طويلة الأجل شايفينها فرصة للاكتنياس كبير خلينا حقيقة النهاردة في أسهم كان لو نحن بنتكلم على أسعارها مثلا بقالها خمس ست سنين مشوف نهاش تقريبا تمام؟ ساعة الأزمة المالية السوق المصري هبرت بقوة وبعد كده صعد برضو خمس ست شهر وبدأ السوق بعد كده يصعد فأنا عايزين نقول المستثمرين أولا لا يتصرعوا في عمليات البيع نتيجة أي أحداث والحدث موجود إحنا من عشر تيام كانت أحداث ما سبيره السوق هبت بقوة في نفس الأسبوع الماضي إنما السوق فتح الحد السوق هبت بقوة بعدها في نفس الأسبوع السوق عود كل هذه الخسائر إلي سام هبوط السوق إن فيه مستثمرين حالتهم نفسية كانت صعبة فباعوا بعنف عايزين نقول إن هم يبعدوا عن شاشة التداول ميبقوش يتابعوا شاشة التداول بقوة لأن شاشة التداول الصعود والهبوط دي بتغير سياستهم من الاستثمرية عايزين نقول لهم إن يبعدوا عن الإشعاعات عايزين نقول لهم إن هم ميشتغلوش في السوق بكاش أو سيولة مش بتاعتهم مياخدوش كريدت من الشركات بقوة مياخدوش أي تمويل للعمليات بتاعتهم لأنه لو في وقت ملوقات السوق ما بيغبط بتبتدي الممولين أو الشركات السامسارة بتدي كريدت للمستثمرين بتبتدي تقول لهم عايزين بقى الكاش بتاعنا والسيولة بتاعتنا فبالتالي مستثمر أصاده حاجة من الاتنين اللي هيجيب سيولة هو جيبها من البيت عنده عايش بيها يدخها أو يبتدي بيها بخسارة لكن أنا بحب أبص على الماركت في خلال مثلا بعد سنة أو سنة ونص هو الصح إن إحنا مش هنقدر نقول غير بعد سنة سنة ونص في حالة الاستقرار السياسي أنا شايف الأسعار ممكن تتغير الموجودة في السوق المصري ممكن تتحسن إيجابيا بإزميلا أستاذ أحمد العطيفي خبير الأسواق المالية والتداول بشكر حدثك جدا شكرا شكرا شايزينة بشكر كل التابعونا النهاردة في نهارك سعيد أعتقد النهاردة كانت حلقة مكدسة مليانة بالأحداث والفقرات بكرا إن شاء الله نشوفكم في يوم جديد فريق عمل جديد من نهاركم سعيد